أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد بعد أن تابعنا أخبار الصحف المحلية ومانشيتات الصحف المحلية التي تحدثت عن مواجهة المنتخب الوطني والمنتخب الكوري الجنوبي نبيل المنتخب الوطني بعد خسارة العراق يعد العدة لكوريا الجنوبية من خلال أيضا أربعة أيام في مصر نعم في البداية بسم الله الرحمن الرحيم أنا حقيقة يعني معجب بهذا التكاتف بهذه التكاملية اللي جالسين حقيقة نشوفها أن خلني أبعد عن الأمور الفنية تكلم عن الأمور الإعلامية اللي جالسة صاحب منتخبنا الوطني في هذه المرحلة جدا مهمة ومثل ما أنت ذكرت أخويا عبدالله لا صوت يعلو فوق صوت منتخبنا الوطني في هذه الأيام حقيقة اللي جالس يعني أيضا هي رسالة لا بد أن تتوجه للقائمين على هذه المؤسسات الإعلامية اللي جالسين يعني يقدمونه أيضا يعني جهد يذكر فيه يشكرون عليه حقيقة كل التحية لهم أشوف مثل ما ذكرت مباراة خلاص يعني بكرة راح نتواجه مع المنتخب الكوري وهي ثاني مباراة في الجولة الثانية أيضا المباراة إذا ما تكلمنا بالمنطقية والعقلانية ليست بالسهلة أمام منتخب كوريا ربما المرشح أو المصنف الأول في هذه المجموعة نعم ربما تعثر هو في مباراتها الأولى في الجولة الأولى ولكن أكيد كل فريق يطمح لما هو أبعد نعم منتخبنا أيضا تعثر في المرحلة الأولى مباراة تاما معرأ ولكن أيضا يطمح لتجاوز المنتخب الكوري مباراة ليست بالسهلة ومباراة أيضا ليست بالصعبة أخويا عبد الله يعني المباراة متكافئة خلينا نقول هي يشوف لربما النقاد المتابعين المحللين أكيد يرجحون كفة المنتخب الكوري بحكم أيضا عامل التصنيف بحكم المستويات اللي جالسي يقدمها المنتخب الكوري بحكم عدد من اللاعبين اليوم نتكلم عن تقريبا ما يقارب فوق الخمسة عشر لاعب كلهم يحترفون محترفين خارج كوريا فهذا أكيد أن يعطيه الأفضل هي ربما في مباراة الغد ولكن منتخبنا منتخبنا قادر منتخبنا متى ما كان اللاعبون في يومهم متى ما كانوا حاضرين ذهنيا في أرضية ملعب متى ما كان الحماس طاغي عندهم متى ما كانت الجماهير العمانية تملأ المدرجات فأتوقع أن منتخبنا سيكون بخير منتخبنا سيقاوم منتخب الكوري ربما الأفضل هي راح تكون لنا بإذن الله وفي الجانب الآخر يعني نفس الحاجة احنا يمكن خسرتنا من العراق وتعادل كوريا مع فلسطين صب لمصلحة المجموعة خصوصا تعادل الأردن أيضا مع الكويت وهذا ما جعل المنتخبات تروح بعيد عن بعض يعني باستثناء المنتخب العراقي اللي حصل ثلاث نقاط فعلا أتفق معك أنا على هذا الكلام هي المباريات الجولة الأولى كلها صبت يعني مثل ما تقول أيضا في مصلحة منتخبنا الوطني بعد خسارة أمام منتخب العراق الشقيق شوف أيضا إذا ما تكلمنا حقيقة بالواقعية اليوم أنت خسرت مباراة أولى ربما تخسر مباراة ثانية ليست نهاية المطاف اليوم هذه بطولة بطولة طويلة فيها عدد من المباريات راح تلعبها داخل أرضية ملعب تلعب أخرى أرضية ملعب لا بد أنك دائما تفكر يعني في الحصول على هذه النقاط اليوم نعم ربما هي عثرة في البداية أمام العراق خلنا يعني ربما نقول عثرة ثانية أمام بس ليست نهاية المطاف حقيقة أنا شوف متوقع ومتفائل بإذن الله لمنتخبنا الوطني إن شاء الله أننا راح يعني مستوى راح يتقدم من مباراة إلى أخرى اليوم نتكلم عن مباراة العراق ظهرنا بمستوى كنا يعني يفترض أننا أيضا نخرج ولو بنقطة تعادل مع كوريا أنا أقول لك وأنا هي رسالة يعني دائما ما أكررها ليست نهاية المطاف لا نحزن على منتخبنا الوطني بإذن الله منتخبنا الوطني قادر قادر أن يرجع قادر أن ينافس على هذه البجموعة قادر أن يصل لكأس العالم إذا ما تكلمنا أيضا عن عدد المنتخبات اللي راح تتواجد إن شاء الله في 2016